وفي إطار متابعة تنفيذ مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ضمن خطة تطوير المنطقة السياحية بالمدينة وتشمل الأعمال إنشاء المنتجع السياحي الجبلي حيث يقوم المشروع على استغلال الغضبة المميزة والمطلة على المدينة بالكامل وعلى وادي الأربعين لإقامة مشروع صحي استشفائي عالمي والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية اشتركوا في القناة